السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد هنعمل فيه الرز المعمر بس النهاردة هنعمله مسكر طعمه لذيذ جدا كتير بنكون عايزين ناكل حاجة حلوة ومسكرة بس مش عارفين نعمل ايه؟ بمكونات بسيطة هنعمل طاجن رز معمر حكاية يلا بينا بقى تعالوا شوفوا شكله عامل ازاي؟ ولا الوش بتاعه المحمر الجميل تقدري كمان تقدميه مع الايس كريم او سوس شوكولاتة او سوس كراميل زي ما انت عايزة وبصراحة هو مش محتاج اي اضافات هو جميل لوحده بينا بقى نعرف الطريقة والمقادير ومقادرنا هتكون عبارة عن 3 كبات من الرز المصري مخصول كويس جدا واتنقع نص ساعة ومتصفي يحتاج ربع كيلو اشطة طبعا اساس الاشطة في الرز المعمر كمان حوالي 4 معالق من الزبدة 3 لبن كبات سكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا كبات السكر تقدري تقليلي عنها او تزاودي ده على حسب التزوق او على حسب الزوب هحط اللبن على النار يغلي ومعاها السكر وكمان الفانيليا وحط زرة ملح صغيرة هسيب اللبن يغلي كويس قوي وتعالوا بينا نفضي الرز في طاجن يكون مدهون زبدة كويس جدا ووزع الرز كده وفرده في الطاجن طبعا الرز قلنا نقناه وغسلناه وصفناه نقعناه نص ساعة وصفناه وحطناه في الطاجن واهم حاجة يكون فيه فراغ في الطاجن عشان لسه الرز هيستيوي ويتضاعف حجمه حطي بقى اي مكسرات انت بتحبيها او متوفرة عندك عايز حطي جسد الهند وزبيب سوداني اي حاجة متوفرة موجودة في البيت حطيها ممكن كمان نحط طمر متقطع قطعة صغيرة انا غليت اللبن وحطيت السكر معاه ودوبته ودلوقتي حطيت الفانيليا وحطيت كمان الملح زرة بسيطة خالص من الملح هبتدي افضي الحليب المغلي على الرز اللي انا اضفتله شوية مكسرات بعد كده هوزع الزبدة على الوش وكمان القشطة طبعا كل ما كترت القشطة بتديكي طعم حلوي جدا وكمان وش كده متحمر تمام وميخليش وش الرز ينشف وزعت القشطة انا محووش القشطة دي من على وش اللبن لما بغليه في الفريزر بتنفعني جدا لما اجي عمل حاجة زي كده بلاقيها جهزة عندي خلصنا الطاجن زبطناه زمانتو شايفين شكله كده فضيع هشغل الفرن على درجة حرارة 200 واسخانه كويس واروح مدخلة الطاجن بتاعي على الرف على الارضية بتاعت الفرن عشان الرز يغلي بسرعة واول ما الرز يغلي ويتشرب هبتدي ارفع الطاجن على الشبكة اللي فوق علشان يتحمر وشه ويطلع معانا بالشكل الجميل ده نصيحة مني ليكي وانتي بتعمليه حط الطاجن في صانية تاني عشان لو لا قدر الله اللبن تدي فور ما يبهدلش البتجاز عندك ويبوزه ويعمل ريحة مش حلوة الرز طالع مفلفل وجميل جدا ولا الطعم بقى مش قادر اقولكه جميل قد ايه طريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد في ايديكي عشر دقيقة وهتكون يمخلصاه وتسويه على طول حلوة قوي سواء في الشتاء بيدفي ممكن يتاكل سائع يتاكل سخن زي ما قلنا تحطي عليه ايس كريم وتكليم بالفة هانا وشفا دي كانت وصفتنا النهاردة الرز المعمر المسكر يارب تكون عجبتكو اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفي كل الفيديوهات اول بول فعلي الجرس كمان عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلك على طول اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا